ما زالت عود الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإعلامية تتوالى من رجال الإعلام والسياسة المقربين من السلطة حيث صرح اليوم وكيل مجلس النواب بنيته تقديم مقترح بقانون لمضاعفة قيمة السلعة التموينية للفرد إلى مئة جنيه كما أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن ثورة المجلس لن تهدأ إلا بوصول الحقيقة للمواطنين ولا نتم التجاوز عن أي تقصير من أي مسؤول نشاهد مزيد من التفاصيل في هذا التقرير طيب وده احنا في مشكلة في التقرير خلونا نرحب عبر الأقمار الصناعية بالدكتور أحمد بدا وهيكون معنا يعني هيكون جاهز خلال لحظات الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة برلين وأنا جدت أرحيب بك أساس خالد خلينا أبدأ معاك دكتور رحمد بدوي يعني إجراءات اقتصادية أنا بصراحة ما ببقاش فاهم من أسبوع بالظبط كان الدعم ده شيء سيء وكان اللي بيطالبوا بالدعم دول مش فاهمين حاجة ومش فاهمين في الاقتصاد وإنه الدولة لازم تمشي بالطريقة اللي ماشية بيها بعدها بأسبوع بيتقال ببساطة إن إحنا هنزود هنرجع بتقاط التموين إن إحنا هنزود 50 جنيه ده بيقبر عن إيه تحياتي لحضرتك يا أستاذ تامر والمشاهدين الكرام أهلا بك ده بيعبر عن رغبة النظام في التخدير وليس التغيير على مدار تاريخ الدولة المصرية من سنة 52 لغاية دلوقتي كل ما موجة الاحتجاجات تزيد كل ما يتم رشوة الشعب يأما ببعض المزايا العينية أو النقدية أو المعيشية أو يكون فيه وعود بإصلاحات ديمقراطية وإصلاحات سياسية سمعنا الكلام ده كتير قوي واضح إن النظام أول مرة من وقت وصول السيسي للحكم أنه ابتدى يرتعش هل فعلا أي حد عنده أي خضر من الموضوعية يقدر يصدق يعني الكلام ده هوت اللي جاي من ناس زي مصطفى بكري وعبد الرحيم علي وهذا الرجل الآخر المقدم البرامج مش فاكر اسمه حتى رجل هذا لا لا هذا الرجل الوقح يتكلم كتير أي وهو هذا فهل ده كلام يعقل يعني فين نية الإصلاح وبعدين فيه مشكلة تانية إن إحنا لسه النظام بيبص لنا كشعب كإن إحنا رعاية يعني حتى تشوف المفردات اللي بيستخدمها إحسان حنية هذا شيء نظام عايز يدخلنا القرن الواحد والعشرين وهو لسه بيفكر بعقلية مماليك العصور الوسطى إن إحنا رعاية إن الناس اللي نزلوا الشارع دول يدحك عليهم بأي حاجة يفرحوا بيها بطاقة تموين إزازة مية سندويتش هذا شيء حقير وفيه تحقير كبير جدا للشعب المصري وأنا أعتقد إن الهدف منه أولا وأخيرا تخدير الناس ولا يصرع بحقيقية في التغيير لأنه واضح إن الموجة عالية وواضح إن النظام ابتدى يرتعش فلازم نفهم الحالة دي ولازم كمعارضة وده يعني شيء ياريت نتكلم فيه إزاي نقدر نستغل الظرف دوت ونحقق أكبر مكاسب ممكنة مكاسب حقيقية مش المكاسب المزورة الوهمية اللي بيحاول دلوقتي النظام وأتباعه إن هم يسوقوها لنا طيب خالد من أول ما بدأ نظام الحكم الحالي هو معروف عنه إنه لا يقدم تنازلات هو بيمضي في كل طريق ربما إلى نهايته هو كده وإن كان عجبكم سواء هو أو المنتمين إليه والمؤايدين إليه لكن واضح إن فيه تنازلات بيتقدم هو لحد الوقت هو ما فيش حاجة على أرض الواقع لكن فيه وعود بمزايا اجتماعية مثلا لكن على أرض الواقع تم إخلاق سبيل مثلا بحسب تأديرات المحامين مئات ممن لم تحرر لهم محاضر من المعقود عليهم حتى قبل قليل تم إخلاق سبيل الطالب السوداني والمحتاجين الأردنيين أيضا اللي كانوا موجودين على ظلم التتظاهرات واللي خرجوا واعترفوا على الهوى أنه هم مشاركين وأنه هم كانون بتشوف يعني ده تنازل أو بتشوفه إزاي؟ يعني فكرة الاتنين شباب الأردنيين والطالب السوداني دي حاجة مفارقة أخرى ليه علاقة بالضغط المرسيتو الخارجية السودانية والخارجية الأردنية على النظام المصري عشان يفرج عنهم وفي الحياة ممكن نفرد لها مساحا للكلام كمان شوية لكن أنا بشوف زي ما الدكتور أحمد بشوف أنا رأي أن في لحظة تخبط وارتباك كبيرة أول مرة السلطة دي تعيشها من ست سنين بيحاولوا وبيجربوا النغمة اللي دايرة المرة دي شبه شوية النغمة اللي كانت بتتقال في آخر عشر سنين من حكم مبارك حوالين أن الرئيس حلو حواليهم الوحشين وتأديري أنه لحظة التخبط والارتباك دي واضحة على وجوه المؤيدين للسلطة سواء إعلاميين أو نواب فيما يسمى البرلمان يعني ورأيي أنها محاولة لكسب الوقت مش أكتر محاولة لتغدير الناس ومحاولة لتشتيت أزهنهم عن المواضلة الحقيقية أنا في رأيي فيه مثل إنجليزة عبقاري بيقول يا جماعة الغرفة جواها فيل يعني فيه ناس مش عايزة تشوف الفيل دا فيه مشكلة كبيرة بيتعاموا عنها فيه سياسات إفكار على مدار ست سنين بيتم المصريين أنت النهاردة لما تيجي تعمل وعود أنك هتزود 50 جنيه ولا 100 جنيه هتفرق من ست سنين لكن بعد سياسات الإفكار اللي مورست لصالح نغبط الجيش اللي بتدير البلد ونغبط العسكر اللي موجودة الـ 50 جنيه ولا 100 جنيه دي مش هتفيد في حاجة المشكلة فيل المشكلة أكبر بكتير من اللي انت بتقدمه النهاردة لما تفرج عن مجموعة من المعتقلين ظلما في الحقيقة لكن في نفس الوقت انت بتقبض على ناس عندها علاقة بالعمل العام بتاخد على عبد الفتاح من الكشك اللي في اسم الدقي تخطه في زنزانة بتقبض على محاميين من صرايا النيابة بيقضوا ولي كانوا حتى محمد أكسوجين والناس اللي كانوا برضو بكل اللي كانوا بيروحوا عشان يقضوا فترة داخل الاسم تاخدوا تاني من الاسم فأنا رأيي إنها كلها وعود كاذبة والوعود دي دي ثلاث مرة تتكرر حتى على لسان الصحف المقرب من عفتاح الشرطان ياسر رزق أنا رأيي إن الأستاذ ياسر رزق وازم ولأه لازم يتغطى قبل ما ينام مفيش أي وعود للإصلاح في ظل وجود السلطة دي مفيش أي إصلاح حقيقي أنا بشوف الإصلاح الحقيقي هو الإفراج عن كل المعتقلين الوفورا بشوف الإصلاح الحقيقي مش عاودة لمس الحديدي وعودة عمرو الحسيني الإصلاح الحقيقي عاودة تريم ماجد ودين عبد الرحمن ويسوف الحسيني عاودة تريم ماجد ودين عبد الرحمن بشوف إن الإصلاح الحقيقي هو التراجع عن حزمة التعديات الدستورية اللي حاصلت السنة اللي فاتت أو بداية السنة فتنتهي مدة عبد الفتاح السيس الرسمية في 2024 ده ممكن نسميه إصلاح من قبل السلطة أوافق على بعض منه أرفض بعض منه أبقى شايف أن النساء في ممكن يبقى أعلى حتى من دوت ده موضوع تاني لكن إصلاح هي إنك بتقول للناس هزود بطاقة التموين وبتفرج عن مجموعة من المعتقلين وإنت عندك عشرات الألاف من المعتقلين وإنت مارست سياسات إفقار على مدار ست سنوات اللي فاتت الصالح الغالبية الكسحة من المصرين التقرير بتاع المركز التعبيع والإحصال تقرير رسمي تقرير حكومي بيشوف قد إيه نسبة الفقر زادت في مصر وكمان بيشوف قد إيه نسبة البطالة اللي زادت في وجود السلطة الجيش مستولى على كل الاقتصاد تقريباً اللي موجود في البلد خلينا أرجل مرة تانية بمننا رحنا رحية الاقتصاد شوية للدكتور أحمد بدوي دكتور أحمد الطبيعي إنه أنا عايز أقدم تنازلات عايز أقدم حتى بعض خلينا أقول حوافز على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ده محتاجة مخصصات يعني أنا عشان أقدم أي حاجة بسيطة دعم اجتماعي بشكل ما ده محتاج مليارات هل الحكومة بعد الست سنين الصعبين اللي مارت بيهم اقتصادياً عندها فوائد عندها إمكانيات مادية إنها تدعم أي إجراءات للإصلاح الاجتماعي بعيداً طيب حتى دلوقتي مبدئياً عن الإصلاح السياسي أغلب الظن الحكومة هتستلف وترجع تاني تتداين علشان تقدر تصرف على الاحتجاجات الاجتماعية وهي الحكومة أعتقد عندها يعني فهم خاطئ لللي بيحصل الحكومة شايفة إن محمد علي توجه بكلامه زي ما هو نفسه بيقول للغلابة وإن الغلابة دول هم اللي نزلوا الشارع أو حاولوا ينزلوا الشارع وأتلاقي الغلابة دول جزء منهم نزل يعترض على النظام وجزء منهم النظام مأجروا بقرشين عشان ينزل يساعد النظام فالحكومة قدرت إن الطبقة المتوسطة ماتت ودوتي ممكن يفسر أسباب الاعتقالات اللي حصلتها طبعاً متفق تماماً مع ضفك الكريم لو فعلاً فيه دية إصلاح حقيقي أول حاجة الناس المعتقلين دول يطلعوا مش الناس اللي اتمسكوا ظلم احنا شفنا دوت بالزبط التكتيج دوت بنشوفه في إسرائيل يقبضوا على شوية ناس كتير وبعد كده يخرجوا شوية منهم ويقول احنا أفرجنا عن ناس لكن الناس اللي فعلاً بيمثلوا الطبقة الوسطى واللي كانوا ممكن يكونوا نواء لمعارضة حقيقية وممكن يحولوا الزخم اللي تسبب فيه محمد علي لمكاسب سياسية حقيقية دول كلهم لسه موجودين في السجن فلو فعلاً فيه نية إصلاح حقيقية طلع واحد زي يا دكتور حازم حسني وتفاوض معاه طلع حد يمثلنا مفيش تمثيل لنا دلوقتي كطبقة متوسطة مفيش أي تمثيل ودوة المعضلة أخذ بالك كمان أنه حتى الآن يا دكتور تم الإفراج عن أسماء طبعاً كل من دخلوا يعني كامل ترمعهم وهم موجودين ظلم لكن الأسماء اللي اتخذوا من بيوتهم لأنهم سياسيين وهم في أحزاب شرعية وهم في كيانات رسمية وشرعية حتى بمفهوم الدولة لم يخرجوا حتى الآن خالد داود وحسن نفعة وحازم حسني وكل الأسماء اللي اتخذت وعبد العزيزي الحسيني كل دول مازالوا في السجن بالطبع لأنه دوت برضو نفس المنطق بتاع النظام والنظام متتصك مع نفسه النظام ما عندوش أي نية أنه يعمل إصلاح سياسي حقيقي الإصلاحات الاقتصادية إصلاحات مالية ممكن نتفق أو نختلف في أهميتها وضرورتها معلش لكن المشكلة دلوقتي عندنا في مصر إزاي يكون فيه إصلاح في أسلوب الحكم إصلاح في عقلية الحاكم هذه هي المشكلة الكبيرة وطبعا ما تتخيلش أبدا أن أي نظام هيعمل إصلاحات تطوعا لو ما فيش قوة تقدر أن هي تجبر النظام على الإصلاح وهذا هو دلوقتي المعضلة الكبيرة وده الواجب اللي علينا نفكر فيه دلوقتي إزاي نعيد بناء كيان معارض سواء من داخل مصر أو من خارج مصر وغالبا هيكون من خارج مصر لأن نعتقد أن الحياة السياسية ماتت داخل مصر وعشان نعمل كده طبعا النظام درب الطبقة المتوسطة ودرب المعارضة دربات موجعة جدا لكن دوت ما يمنعش أن نقول أن فيه عندنا كمان لازم يكون عندنا نقد ذاتي فيه قصور داخلنا إحنا كمان كمصريين معارضة مدنية ولازم نركز على القصور دوت ونحاول نعالجه بسرعة لأن فعلا فيه فرصة جيدة دلوقتي نتيجة الزخم اللي عمل محمد علي أن لازم الزخم دوت يتحول لنتائج ومكاسب سياسية لكن ده مش هيحصل غير لو فيه قوة معارضة تقدر تترجم الكلام دوت لمكاسب سياسية خالد دكتور رحمة بدا يتكلم عن نقطة مهمة وهي أن الحراك اللي عمله محمد علي وفيديوهاته ونزول الناس وما إلى ذلك هو اللي بيخلي النظام الآن يفكر أصلا في تقديم تنازلات إن كنت أصلا ما أحبش كلمة تنازلات إن هي أقل من الحقوق يعني للناس لكن هل ده مرتبط باستمرار هذا الزخم يعني نزل الناس في يوم عشرين لكن بعد كده الإقاع بقى أقل فقال فقال حتى فيديوهات محمد علي مبايش بيسرع نفس الزخم هل لو تراجع هذا الزخم سيتم تراجع كما كنت حتى وعور الإصلاح لن تتحقق أنا في رأيه ما فيش حد يقدر يحسم أو يتنبأ بأن الزخم هيتراجع أو مش هيتراجع حتى لو تراجع شهر ولا سنة ولا اثنين ولا شهرين ما حدش يقدر يبقى عنده إجابة شافية لدوت وإجابة واضحة لأن أنا في تقديري أنه في روح جديدة تخلقت وفي صغرات تتفتحت في جدار السلطة وفي جدار الخوف ورأيي أنه مع السياسيين أو بدون السياسيين الناس بتبني على خبراتها وبتتعلم من تجربتها ولو النهاردة الناس بتشوف أنه السلطة رضخت بدرجة ما للإفراج عن المعتقلين اللي مش مشاركين بشكل مباشر في العمل العام أو لزيادة البطاقة التموينية أو رجع مليون وطممئة ألف أو رجوع مليون وطممئة ألف حد تحزفوا أنا تقديري الناس بتتعلم من تجربها وتقديري أن الناس هتشوف أن هذا انتصار وهتشوف أن دوت بيجيب أن الزخم بيحقق مكاسب دي أول حاجة الحاجة التانية فيما علاقة بالنزول الناس من عدم أنا يعني بشكل أخلاقي يعني ما قدرش أقول للناس تنزل أو ما تنزلش أنا ما بدفعش التمن اللي هما بدفعوه لكن رأي الشخصي أنه في المستقبل القريب طالما الضغوط السياسية ما بيحصدش فيها انفراجة حقيقية طالما المشاكل الاقتصادية الكبيرة ما بيحصدش فيها حلول جزرية متوقع في أي وقت أن الناس تبقى موجودة في الشارع خلينا نروح للدكتور أحمد بدوي مرة تانية لأنه كان في المداخلة اللي فاتت تكلم بشكل أساسي عن فكرة الكيان السياسي اللي المفروض يتم تشكيله علشان يتفاوض باسم المصريين مع النظام تصورك عن هذا الكيان دكتور أحمد ممكن يكون عامل إزاي ممكن إزاي النظام يتقبله أصلاً نتفاوض معاه ممكن إزاي حتى الناس والرأي العام يسوق لي ويتقبلوه نحن فيه يعني مستويات للنظر نحن حالياً نتكلم على الوقت اللي نحن فيه طبعاً أن يكون فيه تنظيم معارض سليم ليه شعبية جماهيرية وليه زهير شعبي هذه مسألة هتاخد وقت طويل نحن دلوقتي نتكلم على الزرف اللي نحن فيه أبسط حاجة أبسط حاجة ممكن تتعامل عندنا حاجة زي صفحة الموقف في المصر ويعلم الله أنا لا أعرف مين اللي وراها ولا أعرف حد فيها ولا ليه أي علاقة بيها لكن هذه صفحة بقالها أكتر من سنة أو سنتين بتكتب كلام موزون وكلام معقول ومن أسبوعين تلاتة نزلت لستة مطالب المطالب دي محتاجين نلم عليها توقعات أبسط حاجة الناس اللي برا مصر زي ما ضيف حضرتك الكريم قال ما نقدرش نقول للناس تنزل أو ما تنزلش لكن أبسط حاجة يتلم توقعات ودي صفحة منتشرة وأساعة الانتشار وما بتقولش حاجة لا بتقول عايزين نقل بالنظام ولا نسقط الدولة ولا أي حاجة من الحاجات دي بس تتتمت برضو اللي علامة المصري الفترة اللي فات ما هو أي حد هيعارض هيتشتم لازم يكون فيه زخم لازم يكون فيه زي بيان سنة التسعتاشر لازم توقعات من الشعب على مطالب محددة الحد الأدنى اللي الكل يرضى عليه مئة ألف توقية يعملوا فرق كبير قوي وأنا أعتقد أن ممكن لو حاجة زي كده لو مبادرة زي كده تعملت من أصحاب الصفحة دي تكونوا مشكورين دي يتلم عليها مليون توقيع واثنين وثلاثة مليون ويتعامل خبر يتعامل زخم يطلع عليها متحدث ويقول هذا هو الكلام اللي المصريين عايزينه وده كلام محدش يقدر يعترض عليه مش عايزين لا أن الجيش ينسحب من الاقتصاد دلوقتي ولا عايزين الأسور دي تتهد ولا عايزين نحاكم أي حد عايزين إصلاحات حقيقية وبالتدريج نبتدي نفتح حوار مع بعض عشان نفهم أن من غير إصلاح حقيقي بلدنا دي في طريقها للإنهيار طيب خالد دكتور أحمد بيتكلم على بيان أقرب لبيان التغيير مثلا تم التوقيع عليه وجمع توقعات عليه في 2010 إمكانيه سنتساخ دا للوقتي وفايدته ممكن يكون إيه يعني أنا موافق على أغلب الكلام اللي قالوا الدكتور أحمد ورأيي أنه الناس اللي موجودين برا حركتهم أسهل نسبيا وبيقدروا يعبروا عن موقفهم بشكل فيه درجة من درجات الحماية وعليهم العبل أكتر أنا مقدرش ألهم أي حد موجود جوه مصر عنده علاقة من بعيد أو من قريب بالعمل العام يعني رؤساء الأحزاب ونوابهم بتقبض عليهم بشكل مباشر يعني الناس بتاعة العمل الرسمي الحزبي محطوطة في السجون الناس حتى اللي بتفكر تنزل الانتخابات محطوطة في السجون الناس اللي بتعبر عن موقفها في مقالة أو في مداخلة تلفزيونية بيتحطوا في السجون والناس اللي ما بتعملش حاجة طبعا برضو بتتحط في السجون فرأيي أنها لحظة مهمة لو قدرت تتشكل منبر أو شبكة للمصريين في الخارج يتناقشوا مع بعض يبتدوا يغضوا مبادرات شبه اللي ترحل لدكتور أحمد أنا رأيي أنها مش هتبقى حاجة مضرة على الإطلاق يمكن في المستقبل تجربة مع تجربة يبالور حاجة حقيقية متماسكة قدرة تعبر عن طموح وأحلام كتير من المصريين مش قادرين يعملوا دوت من جوا مصري بس يمكن انت عارف برضو أنه من سنين طويلة بيتم التشويه متواصل ويومي لكل تقريبا الناس اللي موجودة برها أو الأسماء المعروفة حتى على الأقل أو مبدأ حتى أن الناس تكلم من برها هل هذا الموضوع ليه تأثير على نظرة الناس نفسها للموضوع ولا مع الوقت الناس أصلا بدأت تكتشف فكرة الدعاية اللي كانت بتحصل في ملفات كتير ومنها هذا الملف في الحقيقة في بداية الكرن العشرين سمعت وزخم المعارضة المصرية اتبنى على أن المصريين بيحاولوا يطلعوا برها عشان يعبروا عن رفضهم للإحتلال اللي موجود في مصر شوفنا دوت في مواقف مختلفة كتير كان أهمها يعني سعد الزغلول وحزب الوفد وغيره وقابليهم كان مصطفى كامل والحزب الوطني فكون النهاردة أن النقبة العسكرية اللي بتقود البلد بتشوف المصريين اللي موجودين برها لو حاولوا يبلوروا ويعبروا عن طموحاتهم في بلد دموقراطي في بلد في عدالة في بلد في مساواة يبقوا خاونا أنا رأيي أن ده مشكلة السلطة مش مشكلة المصريين اللي برها رأيي أنها عاملة درجة من الحساسية رأيي أنها يجب أن تعالج بكثير من الحكمة وبميزان من ده ويجب وضعها في الاعتبار لكن ده لا يسنين تماما لا يسنين تماما عن المحاولة ثم المحاولة ثم المحاولة للوصول لنتائج لها علاقة بمعارضة حقيقية في الخارج بتعبر عن أحلام وطموحات المصريين في دولة مساواة وعدالة حقيقية طيب دكتور أحمد علشان يكون فيه تفاوض لازم يكون فيه توازن في القوة بعض الشيء إلى أي مدى أو أي المفروض ما حتى من التوازن في الكفة بين المعارضة أو بين الكتلة الأساسية يعني من النصريين بشكل عام وبين السلطة أولا بالنسبة لنقطة المعارضة من الخارج محمد علي غير لنا المفهوم دوت محمد علي منين محمد علي قعد في أسبانيا وشوف الزخم اللي قدر يعمله ففكرة أن المعارضة من الخارج دي مشكلة كبيرة ما أعتقدش أنها مشكلة كبيرة أبدا وبتفق تماما مع كلام ضيفك الكريم بالنسبة لتوازن القوة لو حاولنا نفهم مصادر القوة فيه مصدر قوة مهم جدا والغاية دلوقتي ما عرفناش نستخدمه مصدر القوة الأخلاقي ده مصدر قوة مهم جدا لازم نستخدمه الناس وعددهم مصدر قوة كشف النظام قدام الناس اللي المفروض أن هي بتأيده واللي موقفهم دلوقتي بقى فيه تراجعة كتير جدا زي برضو ما قال ضيفك الكريم في الستوديو الوعي يتغير الناس بقى تشايفة الدنيا بطريقة مختلفة دي كلها مصادر قوة لكن أهم من مصادر القوة لازم نركز أن احنا نحاول برضو نتلافى مصادر الضعف اللي عندنا بالذات داخل المعارضة المدنية نتيجة أن احنا عايشين في ظل نظام قمعي ما كانش بيهتم بالتعليم كان بيفرغ كل حاجة من محتواها السياسي والاقتصادي والأخلاقي والنفسي بقى طبقة متوسطة مشوهة كل واحد فينا عايزي بزعيم كل واحد فينا شايف أن كلامه هو الصح بنقعد نتكلم مع بعض حتى لو عندنا نفس الهدف نبتدي نتخانق هذه كلها مشاكل ذاتية عندنا لازم نحلها ونحلها بسرعة عشان نقدر نضم مع بعض ونضم على بعض ونقدر أن احنا نحاول نستغل الظرف دو يكون نطلع منه بشيء مفيد شكرا جزيلا الدكتور أحمد بدوي البحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في جماعة برلين على هذه المداخلة أيضا شكرا شكرا أستاذ خليد السيد البحث السياسي على مشاركتك معنا النهاردة